السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع اب جديد مع نهاردة معنا ثلاث كلمات في منهم اثنين جدا بالنسبة لنا من زمانية اول كلمة معانا هي قوائت 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 الاي بتاعتها من جوه عشان الكلمة اللي جاية اختلافهم في السبالة قوائت يعني هادي شخص هادي مش بيعمل زيته كتير اقول مثلا خلا هادي شخص هادي عشان الكلمة اتياه لمرش 3 اتياه كمان بمكان هادي أنا عيش في شارع هادي في قوائت في قوائت كمان بمعنى يسكت حد يمكن تسكت الطفل الصغير بالكاندي حيث تعالت تسكت طفل الصغير بالكاندي بحاجة حلوة يعني في اكسبريشن اوكي كده شغال تاني معلش كان فيه مشكلة في الكنكشن اوه لو الصورة وصوت تشاغلين بس حد يقول لي تمان اوه شغالين اوكي في اكسبريشن اسمه on the quiet on the quiet يعني في السر يعني his wife found out he'd been seeing someone on the quiet وعرف انه كان يعرف حد on the quiet يعني في السر من غير ما حد يعرفه يبقى تاني quiet اللي هي الاي بتاعتها من جوه تاني معلش هاريه لانه هي المشكلة كلها عندنا في الاسبالين quiet دي يعني هادي شخص هادي بكلم صوت واضي بيعمل زيته مكان هادي وقلنا quiet verb بمعنى يسكت يخلي حد يسكت وقلنا اكسبريشن اسمه on the quiet يعني في السر احنا غيرنا المعادل النهاردة بس عشان الماضي ان شاء الله نحن نسل كس طيب الكلمة التانية هي دي quiet quiet في اختلاف شوية في البرونانسياشن مش عارفت لحظوه الله التاني كان quiet دي quiet دي الاي بتاعتها من برا q i t e quiet دي معناها الى حد ما بتستخدم قبل الصفة عشان تحدد مقدار الصفة يعني اقول مثلا i'm quite tired انا تعبان شوية الى حد ما the room is quite large الاوضة quite large يعني كبيرة الى حد ما مش كبيرة قوي ومش صغيرة she is quite pretty هي حلوة الى حد ما طيب هنا المعنى بتاع quiet دي الى حد ما تستخدم مع الصفات اللي فيها درجات او فيها تدريج يعني pretty الجمال في درجات large الحجم يعني ما اقول large او small دي فيها درجات لما اقول tired ممكن اكون تعبان شوية تعبان قوي تعبان جدا لها استخدام تاني بمعنى تماما completely يعني ايه مثلا the two situations are quite different مختلفين تماما عن بعض اقول مثلا it's quite the opposite العكس تماما طب ايه الفرق يعني ليه هنا كان معناها شوية وليه هنا معناها تماما معناها شوية قلنا مع الصفة اللي فيها تدريج اللي فيها درجات لكن مثلا صفة زي different اما مختلف اما زي بعض ما فيهاش درجات لما اقول مثلا quite the opposite العكس تماما مفيش درجات هنا العكس ده الجهة المقبلة مفيهاش تدريج يبقى quite ايه بتاعتها من بره معناها احيانا الى حد ما واحيانا معناها completely يعني تماما كلمة الثالثة بتشبههم شوية في ال في ال spelling لكن هي ال pronunciation بتاعها مختلف الكلمة هي quit quit q i t مفيهاش إلى جوه ولا بره quit يعني اه بتجيب معنا مثلا يتوقف عن عمل شيء يعني انا هبطل تدخين بتجيب معنا stop لما قولك مثلا quit wasting my time بس دي في ال spoken English يعني في الكلام اكتر quit wasting my time stop wasting my time مضرع شوات quit كمان تجيب معنا يسيب مكان ويروح مكان تاني ويغادر مكان قول the families left the city after the earthquake or the families sorry the families quit the city سابوا المدينة after the earthquake quit بتجي كمان بمعنى يسيب شغله he quit his job in the pizza restaurant he quit his job in the pizza restaurant تاني التالي كلمات اللي قلناها من النهار quiet اللي بتاعتها من جوه معلش تاني هوريه لكم d معناها هادي هادي شواء سواء شخص هادي او مكان هادي وبتيجي بمعنى يسكت حد او يهدي لو كفصولو كان طفل بعياد وفي اكسبريشن قلنا اسمه on the quiet يعني في السر كلمة التانية quiet d quiet quiet اللي بتاعتها من بره d بتستخدم قبل الصفة عشان تحدد مقدارها وقلنا لو الصفة من الصفات اللي فيها تدريج بيبقى معناها الى حد ما لو الصفة extreme يعني هي ما فيهاش درجات بمعناها تماما او جدا كلمة التالتة هي كلمة quit وقلنا quit بتيجي بمعنى يا اما يغادر مكان او يترك وظيفته او يتوقف عن عمل جين نشوفكو ان شاء الله يوم الحد الجايف في common usage problems جديد السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله